النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض موريتانيد لقطاع النفط والمعادن في موريتانيا تختتم أعمالها التي احتضنها على مدى يومين المركز الدولي للمؤتمرات المرابطون بالعاصمة نواكشوت المؤتمر الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول محمد سالم للبشير ودشن معرضا مقاما على جانبه الرئيس محمد العبد العزيز اختتم رسميا من الأمين العام لوزارة النفط والطاقة والمعادن تال عثمان وأكد عثمان بالمناسبة على تميز المؤتمر من حيث المشاركون ومن ضمنهم كبريات شركات البترول العالمية العاملة في مجال المعادن والغاز والبترول كما كان متميزا يضيف الأمين العام من حيث مداخلات ونقاشات المشاركين فيه إذا ما تعلق الأمر بمناخ الأعمال وظروف سوق الاستثمار الموريتانية وتنتظم فعاليات مؤتمر موريتانيت حول النفط والطاقة والمعادن كل سنتين وتسعى الحكومة الموريتانية من خلاله إلى الوقوف على مستوى نمو القطاع النفطي والمعدني عبر تقديم جملة من العروض المتعلقة بمجال الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومناخ الاستثمار في القطاع النفطي والمعدني في البلاد وقد شملت العروض المقدمة خلال الموسم المختتم من المؤتمر عروضا حول تمويل المشاريع النفطية والمعدنية في قطاعات المحروقات والطاقة ونظم على همشه معرض لأهم الصناعات المعدنية والنفطية وقد قدرت المؤسسات المشاركة فيه بقرابة الثلاثين منها شركات محلية ومنها أخريات من مختلف أنحاء العالم سعاد خلال يومين إلى التعريف بخبرتها وتجربتها في ميادين الصناعة النفطية والمعدنية فعلى الصعيد المحلي كانت من أبرز شركات كينروس تازيازت التي تستغل مناجم لاستخراج الذهب في منطقة تازيازت على الحدود بين ولايتي إنشيري وداخلة واذيبو وعلى الصعيد الدولي شركة كوسموس التي يتوقع أن تبدأ رفقة شركات أخرى عديدة إنتاج الغاز على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال اعتبارا من العام 2021 وعشرين موسيقى